زحف يكلل بالنصر في مدينة المخى القوات المسلحة تفرض سيطرة كاملة على المدينة وتدحر الانقلابيين من ثاني أهم ميناء على ساحر البحر الأحمر إنه النبأ السار الذي أبلغه نائب رئيس الأركان العامة أحمد سيف اليافع إلى الرئيس عبد الربو منصور هادي نبأ عاد محملا بالتهاني الحارة من الرئيس للقوات المسلحة ولكل المقاتلين وللتحالف العربي السناد الأهم في معركة استعادة المخى والساحر الغربي تقدم الجيش من المحور الجنوبي فيما قام الطيران بالتعامل المستمر مع الأهداف الثابتة والمتحركة في محيط المدينة وداخلها وبالأخص في المجمع الحكومي ومنطقتين الحالي والسويس والمحجر البيطري على نحو دفع بالعشرات من مقاتلية الميليشيا إلى مغادرة المخى باتجاه الحديدة محاولة يائسة بذلتها بعض عناصر الميليشيا للتمسك المستميط بهذه المدينة أو على الأقل وضع العراقيل أمام تقدم القوات الحكومية لكنها مهمة باءت بالفشل الذريع أمام الزحف الملتهب لكتائب النصر من رجال الجيش والمقاومة شكلت الألغام الأرضية التحدي الأبرز أمام القوات المسلحة طيلة الأيام الماضية فقد قام الانقلابيون بزرعها بكثافة على طول الطريق والمسالك الأخرى المؤدية إلى المخى لكن ذلك لم يمنع هؤلاء المقاتلين من التعامل مع هذه الألغام مهمة محفوفة بالمخاطر في ظل استمرار وقوع الإصابات الناجمة عن انفجار بعض هذه الألغام من ذباب إلى المخى مسيرة من الإنجازات الكبيرة التي أنهت وجود الانقلابيين في أهم جزء من الساحر الغربي للبلاد ففي هذه المنطقة بالتحديد كان الانقلابيون يمارسون هوايتهم في تهريب كل شيء وفي إبقاء جسر الإمدادات مفتوحاً لدعم معركتهم الخاسرة ضد الوطن